كارلier شançير ن fullest قابل م احد ما معلوم الوص two مدتكم للشعر من أحد لقد أعرف مخاطر ناس كثيرة اطلبوا مني ان اكمل بلوز النهاردة هناخد اول درس بلغل بلو مقطوعة جديدة اسمها دانسة افشار مل واحد مؤلف اسمه دبي كراكمل هي المقطوعة يبقى يزغز فيها الأسعار من الحاجات اللي اخذناها قبل كده المقطوعة يبقى فيها تنين لاين و واحد ميلودي لاين و واحد بريس لاين ناشي معها هنستخدم فيها بلستة او طوار هنستخدم فيها اطلب مرات المشوعة كما وليلا كان اصعب شوية العلامة الاقعية الاصعب المشيطة 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 همدخل موضوع دايناميكس المشيطة المشوعة او الاداء المشيطة ياريت قبل ما نبدأ نكون راجعنا على الترس بتاع العلامات الاقعية المختلفة وهي راجعنا على اسمعュ الواماع منها علشان يبقى لي البقى لي البوقس و كل لاونة يعني شوية ري اكشن ما بينها ما بين بعض يبقى فيه فيديو ريبلايز على الفيديوهات اللي عاديه تسجل الحاجات اللي انت تعملها وبعدها عمنات بحس نشوفها مع بعض نحاول نعلق عليها لو في عيوب نصلحها في اخطاء ما نحسش ان الموجود اللي احنا بنعمله يضيع الهواء يعني بس هنبدأ مع بعض المقروعة هنشوف النقطة بتاعتها الاول المقروعة الPDF بتاع المقروعة مع فايل ميدي المقروعة بتاعزف هنتلاقوها في الفيديو ديسكريبشن على يمين الصفحة في الفيوم هبقى احضر تليكات للحاجات معاش قبل ما نبدأ الشغل بتاعنا لو حد شايف ان هو مش فاهم حاجة فياريت يرجع يرجع الدروس اللي احنا قلناها تاني لو حد شايف ان الاسامي والعلامات والطق والتفاطيفي والحاجات دي تدحك بالنسباله فدي مشكلته هو لو حد شايف ان انا مختلع الكلام ده فهو غلطاني الكلام ده كل الناس بيشتغل به لكن دي يتعطب الاسهل طريقة في نطق العلامات الوقعية والنغمات والكلام ده فيعني لو حد الكلام ده مش عاجبه يريتنا التريقش علينا هي دي الميوزيك اللي عاجبه عاجبه و اللي مش عاجبه تشوف اي حاجة تانية في يوتيوب يتفرج عليها هذه النوتة المسيطية للمخطوة اللي احنا عزبها النهاردة اللي هي اسمه دانسوف زافيش هرمين انا عارف ان العلمات مش تبقى واضحة قوي هنزل البدف كاملة بحيث تضحى او تنقلها بايدك تبقى قدامك او ضحنك كده انا بس هنستخدم الموضوع اللي قدامنا بسه عشان نشرح الحاجاتين هنبدأ نبص على النوتة واحدة واحدة اول حاجة متخصول بتاعنا بعد كده الميزان بتاعنا اتنين على اربعة معنى كده ان كل مزهورة هيبقى فيها اتنين نوار او ما يعادل النوار هنبدأ اول مزهورة مع بعض هنلاقي هنقرأ الاول ملو دي لاين اللي هو الخط اللحني الجمل اللحنية هتبقى نحيط فوق دائما العصيان بتاعه العلامات المسيقية هتبقى نحيط فوق اول علامة عندنا هي التفاطيفي اللي هي دوبل كروش اربعة دوبل كروش او اربعة اربعة وربعة هو ان الاربعة اربعة بتطنيط تفاطيفي اه التفاطيفي العلامة المويزة او لازم انها تكون شرطتين من خوف عشان نقول انه دي تفاطيفي التفاطيفي زمنها زمن النوار او خطاة هتبقى تفاطيفي 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 علامة تحتها بالضبط العلامة التي تحتها ستبقى البازلين والبازلين كله سنلعبه بأدين المين بصفاع بصفاع الكبير سواء رستستروك أو فريستروك لو طرف تعملها رست اوكي فريستروك ستبقى أسهل شوية ليس مشكلة ودي أول بازل نوت معنا أول نوتة في البازلين هي الر اللي هو الوطر الرابع أو كل البازلين عندنا هيبقى الأوطار أوبن مطلقة هيبقى عندنا الري اللا والمي او الوطر الرابع والخامس والسادس وهتكرار بقيت المزورة الأولى احنا قلنا أول مجموعة أول أربع نغماتية التقطيفي وبعد كده عندنا نص ونص اللي هو كروش وكروش كل كروش كان بنص نوار فالتنين على بعض بنوار يبقى أول أربعة تربع وبعدين نصين يبقى المجموعة كله اثنين نوار وعلامة التطي اللي هي نص ونص هننطقها تطي فيبقى المزورة على بعضها تطي في تطي حسنا النغمات نفسها تبقى فا مي ري مي فا ري المزورة الثانية برضو أول نوتة المي معها اللا اللي هو الوطر الخامس كباز المزورة المزورة التالية زي ما احنا شايفين العلامة اللي هو بلانش اللي هو باتنين فنحاول نسيبوا ايرن طول المزورة قبل ما يضغب المزورة التانية فيها لدينا مثلikk لاين kişi usa .targ t a type وبعد كده نظر التالتة في سادس النظرق تباهي ملك الميلدى وعندنا pasal انا ليس هو اقرأ كل العلمات الموسيقية ف نظرين بس سهل سألعب ال coup I slide and M ريستروك مع عدد حتة معينا هنقول ان هي ريستستروك بس دايما احنا نبدل يعني لو اتداينا اول مزورة الري مع الفا هنلعب الري الاوبين بحلق بالسبانر بي والفا هنلعبه بالاي وبعد كده M,I,M,I,M وهكذا نكملين بطول المقطوع يبقى اللقاع بتاعنا ماشي ماشي ده نوار كامل بعد كده هنكمل لو في اي صعوبة وجهتك في معرفة النوتة من النوتات دي فنرجع للدروس القبل كده بس الاكترى عليه نوطة الباز هنا هتبقى المي وبعدين اللاف وبعدين الريت وبعدين تاني تطي تطي معانا بيز اللاف وبعدين السطر التاني المزورة السبعة هنلاقي علامة جديدة من العلامة اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم في الدرسة العلامة الرقاعية البيز معانا هو المي او الوطر السادس اوبن الميلودي هيبقى نص وبعدين ربعين النص دايما علامة المميزة ليه هي الشرطة واحدة والاربع بتبقى بشرطتين العامة دي على بعضها اسمها تا تيفي او احنا بنقول بنجمع في التفاطيفي اول اتنين بتعصف مع بعض اللامة تا بعدين ربعين تا تيفي بعدين بقت المزورة تا تيفي يعني المزورة على بعضها القحة هيبقى تا تيفي تا تيفي تا تا تي في تا تي تا تي نحن نركب عليها المغامات المفروض بحط اللي هي ر والمي والر والدو والسي وهي بدينا المقطوعات المزورة اللي بعد الكتهى هيبقى معانا لعازي دو و سي سي هي اقاحها يبقى تطيطة لحد هنا ده الجزء الاول من المخطوعة هي المخطوعة جزئين هي تبان طويلة شوية بس انا اصد ان اكتبها مرتين علشان لما نيجي نعيد بدايناميكس او باداء موسيقي يبقى اسهل لنا ان احنا نوضح مقودعنا منين يبقى ده النص الاول المخطوعة النص الاول ده المطلوب ان احنا نلعبه بقوة او مستوى صوت فورتي فورتي يعني قوي بالايطالي وهو الصوت يعني ان احنا نبقى منعزف بصوت عالي على الجتار يعتبر اعلى صوت بانطلعه من على الجتار هنعزف به الجزء الاول نميل النص التاني او السطرين السطر ونص اللي بعد اشتركوا في القناة